السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله صلى الله وسلم ازديك يا جماعة يا رب تكونوا بخيروا في افضل حال ونهاردة ان شاء الله هنصار مع بعض فيديو جديد وهنعمل برض ان شاء الله وصفة جديدة وصفتنا النهاردة تبقى وصفة كويسة جدا وتبقى وصفة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت هتبقى فتح شهية الفرح وتخلي الاوزان معاك في السماء تمام يلا كده يا جماعة نسمى الله ونعمل لائك للفيديو عزاك توصل الفيديو دي ويتلقى اكبر عدد من اللياكات واش هيروها علشان ان شاء الله ناس كتير تستفد من وصفتنا النهاردة ويا ريت يا جماعة اي حد يشوف الفيديو يعمل لائكات كتير للفيديو علشان ان شاء الله لايكاتكم مهمة جدا الفيديو لانها بتخلي الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. يلا بقى كده نشوف الفيديو بتاعنا زي ما نشايفين بسم الله ان شاء الله آآ الفراغ بتاعتنا انا يعني ايه اعتبار حطها برا الايال معادش بقى بتحط في صندوق ولا حاجة طول النهار طبعا يا جماعة بتبقى في المكان شايفين قدامكم دوات اخر النهار ممكن بحبسهم في الصندوق وبردو بوصل لهم النمو ماشي على اس ان هما يأكلوا بالليل ليه بقى بالليل بحبسهم في الصندوق لانه طبعا المكان مش متعرش. فانا سيبقوهم هنا في المكان تحتهم النشرة وكل حاجة والشمس تطلع والجو حلو. بيتماشوا في المكان بقى وريحين جايين وبسم الله ما شاء الله كل ما بتوسع الفرق وكل ما الفرق يكبر معاك يعني ايه في وقته قليل جدا. فده بقى مهم جدا. في نفس الوقت كمان بقى المكان فيه شمس. آآ الفرق بيعود كالصم طبيعي. لنقول بقى لكساح ولا اي حاجة من المشاكل ده خالص. طول ما الفرق معاك كويس والتهوية بتاعته مزبوطة. آآ طبعا زي ما قلت لكم التدفيع الجو حلو. يعني لو فيه مسلا برد او فيه هوا ولا حاجة بحبسه. ما فيش خلاص بيفضلوا بقى بره زي ما انتم شايفين بالطرقة دي كده. وطبعا المكان واسع له نقول بقى لبيعملوا فضلات كتير ولا اي حاجة. حتى لو فيه يعني المكان في فضلات او المكان مبلول ولا حاجة. الشمس يا جماعة بتنظف كل الكلام ده وبتطهره. يعني معنى اصحك كده المكان ما شاء الله مكان صحي وحلو جدا. طبعا احنا عارفين ان الجو بيبرد بالليل. اشاء طبيعي ان انا ممكن ايه بحبسهم في الصندوق. وفي نفس الوقت برضو بقى لهم اللمبة. على اساس ان الفرخ يأكل. لان طبعا الفرخ يا جماعة زي ما انتم عارفين فرخ تسمين. ما نفعش ان انا بقيته طول الليل فتضلمة من غير اكل من غير اي حاجة. طالما في فرخ تسمين فلازم الفرخ بيأكل معي لا لونهار. اما الناس اللي بتقولي بقى يا مشايماء طبعا اه زي ما انتم شايفين كده اه العلافة قدامكم مية قبل ما اكمل لكم. اه انت بتأكل الفرخ كم مرة في اليوم. انا يا جماعة ما ما بفصلش العلافة بمعنى اصح من قدام الفرخ. بفصل امتى? بفصل في الصيف بس. طبعا احنا الوقت الان خلاص ده دخلنا على شتا. الفرخ في الشتا بيبقى عايز يأكل وينام ويدفع. فعلشان كده بيديك بسم الله ما شاء الله احجام حلو قوي في الشتا. ده طبعا خلاف الصيف. فالفرخ يعني ما شاء الله بيفضل قدامه العلاف للنهار. حتى يعني يمكن لاجل حظ وانا بصور الاكل قدام البتاع قبلهم يعني ايه? لسه ما شلتش من قدامهم علشان عمل لهم فالخلطة. فاسبته زي ما هو. اه الاكل يا جماعة محدش يشيل الاكل. احنا ايه? ممكن في الصيف بنريح ساعة ولا حاجة وقت الظهرية. وبعد كده بنيجي ايه? في دخلة التراوة علشان طبعا الفرخ ما بيأكلش اللي في دخلة التراوة في الصيف. انما طول النهار ممكن يشرب مية بس. علشان كده ما بيضيش في الصيف اوزان اللي احنا عايزان. الاوزان اللي انت عايزها بقى ممكن ان انت تغداف الشدة لما تسيب الفرخ يأكل معاك للنهار ويمشي معاك كويس. طيب تعالوا بقى كده يا جماعة عشان ما نتقولش عليكم نشوف الوصفة بتاعتنا النهار ده عبارة عن ايه? وهنحضرها مع بعض ازاي? اول حاجة زي ما انت شايفين كده. انا معي الحلبة المغلية. ده طبعا الشئ اساسي في الوصفة بتاعتي. ده جماعة حلبة مغلية. ده كده خلاص غللناها وبردناها وحطها في الجنب كده في قلب فاقشة ولا حاجة. معي بقى تلات اربع فصوصتهم. ومعينا نص طماثمية او طماثمية صغيرة خالص مش هتيفرق. معي برضو بصلاي صغيرة كده. تعالوا بقى نشوف الاعشاب اللي احنا هنعزه. آآ نص معلقة نزان جبيل. نص آآ نص برضو معلقة من الكمون وآآ ونص معلقة من القرفة ونص معلقة من كل الحاجات ديت ده بسم الله ما شاء الله هتخلي الفرخ ماشي معاك زي الفل. الريحة بس مجرد ان احنا نخلطها كده مع بعضها. نخلط كل المكونات ديت مع بعضها. وهدي ادي بقى ريحة جميلة جدا تخلي الفرخ يسحب معاك في الاكل. تعرفش هو بيأكل ازاي. حتى لو الفرخ نايم صايم كده ما بيأكلش. ومجرد ان هو بس هيشم الريحة هتجزب الفرخ ان هو يأكل معاك. وفي نفس الوقت بسم الله ما شاء الله يا جماعة دي وصف التسمين في نفس الوقت. تعالوا بقى كده يلا هنحط الحلبة بتاعتنا في الخلط. والطماطم. هنقطعها كده كدع صغيرة زي ما انت شايفين. وضع البصلية. كل البهارات دي بقى هنحطها فين? في قلب الخلط مع الحاجات اللي احنا حطنا. ده كده يا جماعة الوصفة جاهزت معنا بعد ما ضربناها كويس جدا في الخلط. هنبدأ دلوقتي ان احنا ايه هنحط بقى منها للطيور. وهنحط المكون برضو كويس كده معايا. تعالوا يلا كده نشوفها نعمل ايه. ودلوقتي كده يا جماعة الوصفة اللي احنا جاهزناها هنحط منها اهيت زي ما انت شايفين. شو بقى احنا هنحط قدر وقت بقى. ده طبعا الوصفة دي انا هحط عليها خميرة. آآ ده كده يا جماعة معايا نص كيس خميرة اهوت هندلقها عليه. خميرة برضو هتطوه في قلب المتكونات. اهم حاجة ان انا هحطيها علشان ايه? تبقى تتبلك ولطب بعضها يعني. الفرخ يعرف يستفد به. ده كده نقلب بعضها. رحيتها طبعا بسم الله ما شاء الله رحيتها جميلة جدا. كل البهارات والطوم واللي احنا حطانها والبصل والطماطم خلية يعني بسم الله ما شاء الله العلف رحت حلوة او. الريحة تجزي بالفرخ الوحده ان هو يقدر يأكل. هنحطها بقى كلاتها هيت ونزبها بقى للفراخ يأكلوا بقى منها طول النهار. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله مجرد بس اننا حطات والفراخ بتشمر حتة. ما شاء الله كلاتها بتتلمع العلف. وطبعا انتم شايفين وانا يا جماعة يعني ما شمتش العلف ولا جواعتهم ولا اي حاجة كان العلف قدامهم على طول. ما بشولوش. عندنا بقى في المية هنعمل اي مكون عندنا فتامينات عندنا اي حاجة ان شاء الله برضه هنحطها في المية. وعلى فكرة يا جماعة الاملاح والفتامينات مهمين جدا جدا في الايام اللي زي ديت المفروض ان احنا من اطعامش. تمام? فكل الحاجات اللي احنا بنعملها ديت ده اصلا بتعود عن الحاجات دوكلتها بس برضه في المية. نحط برضه في المية يعني يوم مثلا نحط 12 ساعة املاح و12 ساعة بتامينات. ده بقى كويس جدا للفرخ. على الا الا هنطمن ان الفرخ عمره ما يجوله كساح او ان هو نايم على بطنه الكلام اللي احنا دايما بنشتكي منه دوت. لا مش هنلاقي اي حاجة من المشاكل ديت. هو اي نعم يعني احنا بنعملها طبيعة في قلب الوصفات وكل حاجة بس برضه مش هنخسر حاجة احنا جبنا ازيز صغيرة من الفيتامينات. وازا من الاملاح حاطينا الفرخ ده اه 12 ساعة من كل نوع لمدة 3 يوم في الاسبوع. ده هيبقى برضه كويس ويخلي الفرخ بسم الله ما ان شاء الله ماشي معاك كويس جدا. اتمنى يكون الفيديو بتاعنا عجبكم. ولو عجبكم ان شاء الله بتصريش اضغطوا لك في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة